طوبى لمثلك حافظ القرآن طوبى لكم بمحبة الرحمة السلام عليكم ورحمة الله بارك الله فيكم أيها الأحباب مستمرين معكم في متابعة الأحداث اللي بتدور حول العالم ولكن في هذه القناة من منظور أحاديث ونبوءات آخر الزمان ماذا سيحدث يوم 20 أكتوبر القادم؟ إيه اللي ممكن يحصل يوم 20 عشرة القادم؟ تابع معنا هذه الحلقة من أولها لآخرها واضغط على زر الإعجاب لايك لكي تنتشر هذه الحلقة على أوسع نطاق ممكن ما فيه شك إن الأحداث اللي بتحصل على مستوى العالم دفعت الكثير من الناس إنه هو يفكر في القادم في السيناريوهات القادمة فكرة التواريخ هي فكرة بتعتمد على الخبر القادم ولا تعتمد على التنبؤات على الأقل عندنا في القناة فعندما تكلمنا مثلا في إحدى الحلقات عن تاريخ 24 تسعة كنا نتكلم عن تصريحات لأحد أعضاء مجلس التشريع الألماني إن هذا اليوم هيكون يوم غير عادي ويوم غير تقليدي ونقلنا هذا الخبر من منطلق أنه حدد تاريخ 24 تسعة ويوم 26 تسعة لما عملنا حلقة وتكلمنا عن تاريخ 26 تسعة كنا بنتكلم عن إعلان المتطرفين من اليهود إنهم هيقتحموا المسجد الأقصى وبالفعل تحقق الخبر وكان يوم 26 تسعة بداية الاحتكاكات ما زالت إلى يومنا هذا تحدث في وسط تعتيم إعلامي كبير إذن فكرة التواريخ عندنا في القناة بتعتمد على خبر تم الإعلان عنه وهذا الخبر مرتبط بتاريخ معين التاريخ اللي معانا النهاردة تاريخ 20 أكتوبر إيه اللي ممكن يحصل في هذا التاريخ تداولة الكثير من القنوات مش إحنا أول قناة بنتكلم في هذا الموضوع إن تصريحات لخبير من الصين عندما سؤل عن الأحداث في روسيا وأوكرانيا واللي بيحصل دلوقتي إيه وانضمام أربع مقاطعات أوكرانية لروسيا كل الأخبار ديت دفعت هذا الخبير الصيني إن هو يتكلم عن أحداث قادمة ولا ندري من أين أتى بهذا التاريخ هو قال بداية الأحداث هتبدأ يوم عشرين تسعة ويعني بعض من القنوات على اليوتيوب تكلمت عن هذا الموضوع لكن إحنا هنتناول هذه التصريحات من الزاوية بتاعتنا الناس اللي امتبعانا عارفين إن إحنا بنتناول الأحداث من منظور النبوءات نبوءات آخر الزمان أهم تصريحات هذا الرجل إنه تكلم لا ربما تبدأ الأحداث الحرب القبرى في هذا التاريخ وإن الاستخدام الأسلحة الغير تقليدية زي النووي أمر وارد جدا لإن أي اعتداء على المقاطعات الأربعة اللي تم الاستفتاء عليهم بيعتبر بعد الاستفتاء وإعلان انضمامهم لروسيا اعتداء على الأراضي الروسية ده كان مجمل الكلام أو أهم التصريحات التي ذكرها هذا الخبير الألماني وأنا ما زلت مستغرب من أين أتى بتاريخ عشرين تسعة نواهب بداية الأحداث وقال إن عام الفين اتنين وعشرين لن ينتهي إلا بحدوث حرب عالمية ثالثة وسمها حرب قوية ومدمرة لما ناخد هذه التصريحات ونترجمها للاحداث بتاعة آخر الزمان لازم نعرف إن إحنا في مرحلة تغير القوة تغير التحالفات تحالفات التقليدية التي كانت على مدار السنين الطويلة على أقل آخر تلاتين سنة بدأت إن هي تتغير شايفين إن في دول بدأت تميل إلى الجانب الروسي والجانب الصيني ومنها دول عربية بس قليل لأن إحنا اتفقنا أن الدول العربية لا تملك اتخاذ القرار وهي علاقة تبعية أمريكا من الدرجة الأولى أهم ما يمكن أن نقوله في موضوع التكتلات الجديدة إن هذه طبيعة أي تمهيد لأي معركة أو حرب قبرى وشفنا في الحرب العالمية الأولى والثانية اللي يقرأ التاريخي لا إن حدثت تحالفات قبيل الحرب مباشرة وانضمت دول لدول وما كانش التوليفة التركيبة بتاعت مين مع مين كانت ظهرة إلا قبيل الحرب على أرض الواقع هذه التمهيدات أيها الأحباب التي نراها واللي الخبراء بيؤكدوها يعني فيه ناس خبراء بيتكلموا بيؤكدوا حدوث حرب عالمية ثالثة المعركة إنهاك القوى اللي هي تعانينة وده أهم ما يعانينا في الموضوع كله تمهيد الأرض لظهور الإمام المهدي هل من الممكن أن تشهد هذه الحرب انتهاء دول مش بنقول انتهاء قوى بقى يعني هلاك دول بأكملها أو بمعنى أدك اضعاف دول بأكملها خد في اعتبارك اللي بيحصل دلوقتي في أمريكا ماذا يحدث في أمريكا من أحداث كونية احنا بنسميها غير طبيعية هم بيسموها ظاهر طبيعية وهي غير طبيعية بالمرة اللي بيحصل في ولاية فلوريدا واللي بيحصل في كالورينا في أمريكا والأعاصير والزلازل والبراكين وبركان يولوستون اللي بدأ ان تحصل زلازل حوله تمهيدا لانفجار هذا البركان كل هذه الأحداث هل هيبقى لها تأثير في اتخاذ القرار بتاع الحرب التصور اللي أنا شايفه أن كل الطرق تؤدي إلى ظهور قوى جديدة على الأرض معركة إنهاك القوى أهم مصطلح في هذه المرحلة نقدر نلخص فيه الكلام بتاعنا ولا تنسى أحداث المسجد الأقصى ومحاولات اليهود بناء الهيكل ومحاولات تصعيد الأمور وبرضو ما ننساش اللي بيحصل ما بين اليهود مش عايزة أقول الكيان المحتل اللي بيحصل ما بين الكيان المحتل المعتدي مع لبنان وبرضو في احتكاكات بعيدة مع سوريا فكل هذه الجوانب تؤدي بنا إلى حدوث أحداث ولكن يعني برضو ما زلت أكرر للمرة الثالثة لا أدري الخبير الياباني من لا ربما تصربت له أخبار إن في أحداثها تحصل يوم 20 أكتوبر ولا أدري من أين أتى بهذه المعلومات تبقى التواريخ مغرد أرقام إلى أن تتحقق على أرض الواقع طبعا إحنا بنأكد وبنقول لكم إحنا بننقل لكم خبر تصريح لخبير صيني معروف بيتكلم عن أحداث قادمة وحدد أن بداية هذه الأحداث تبدأ من يوم 20 أكتوبر بارك الله فيكم أيها الأحباب انتظرونا بإذن الله بعد قليل مع حلقة هامة نتكلم فيها عن موضوع جديد ولكن دائما يتعلق بأحداث آخر الزمان وقرب الظهور المبارك للإمام المهدي بارك الله فيكم أيها الأحباب لا تنسونا من صالح الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته